بالنسبة لمعظم الشعب المصري الملف الاقتصادي هو اهم ملف مطروح على الساحة سواء بسبب الاسعار بسبب الدولار بسبب حاجات كتير جدا وهو الاكثر قربا الى البيت المصري وبالتالي دائما احنا بنكون عنا على الملف الاقتصادي والحكومة عملت ايه والدولة بتعمل ايه والدولة هتعمل ايه في التغيير الوزاري وتكليف رئيس الحكومة الجديد دكتور مصطفى مدبولي او اعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة في توجيهات بتصدر من رئيس الدولة قبل ان اتحدث عن هذه التوجيهات عايز اقول لكم ان احنا في جلستي دي هتكلم على ثلاث اشياء رئيسية وهي الموازنة العامة اللي تم موافع عليها وهي الموازنة بتاعة العام القادم ثم مطالب الرئيس من الحكومة الجديدة وتوجهات الحكومة الجديدة في الفترة القادمة ولكن اسمحولي مع ضيوفي في هذه الفقرة ان ابدأ بالسؤال حول الاداء اداء الحكومة السابقة اللي هي ما زالت تدير الاعمال حتى الان في ظل ما شهدنا من ازمات متتالية في العالم وتعرضت لها مصر ضيوفي في هذه الفقرة الدكتور هشان براهيم استاذ التمويل والاستثمار اهلا بك فندر ودكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي اداء الحكومة في خلال الست سنوات اللي فات بسم الله الرحمن الرحيم بداية تقييم اداء حكومة في ظروف طبيعية بتاكيب يكون مسألة سهلة يسيرة لكن تقييم اداء حكومة في الظل ست سنوات هي بلتاكيك كانت الاصعب مش على الاقتصاد المصري بس لكن كمان كانت على الاقتصاد العالمي بشكل ضغط على الجميع احنا شفنا اعلى معدل التدخم تأيين في معظم بلاد الدنيا شفنا امريكا المانيا فرنسا معدل التدخم ايضا في مصر هي قفز قفزة كبيرة تجاوز الـ 40% فمؤكد الظروف اللي احنا برضينا بيها خلال السنوات الست الماضية جيح الكورونا اللي ما يزيد عن عامين تقييما النشاط الاقتصاد الكله كان على مستوى الدولي متقل ثم دخلنا في حرب روسية والاقترونية الحياة لم تكن قريبة منها من حيث الموقع الكورونافي لكن كانت الحياة ازمة شديدة التأثير على الاقتصاد المصري وعلى الاقتصاد العالمي ككل ثم دخلنا في الازمة الاقليمية ازمة قطاع غز ازمة قطاع غزة الحياة هي ازمة متتابعة لانه الحياة استدبعها وتزامن معها ما يحدث داخل البحر الأحمر وده الحياة كان اصدره كبير للغاية مش بس على تدفق النقد الاجنابي سواء كان قناة سويس او غيره لكن كمان كان اصدره على قطاعات الانتاج المختلفة وبالتالي تقييم الحكومة في السنوات الست الماضية فيه بالتأكيد قطاعات او وزادات الحياة حقات مستدفتها مش بس بمواشرات اقتصادية لكن كمان احساس المواطن انه لا فيه انجاز او فيه قفزات تحققت لما نيجي نتكلم على البنية الانشاية والاقرية لا المواطن بيشعر انه فيه انجاز كبير على عدلق لما بنيجي نتكلم على شبكة الطرق على السكك الحديدية فيه انجاز المواطن بيلمس ويتحدث عنه لما نتحدث عن المدن الجديدة بنتكلم فيه طفرة كبيرة هل استمرار هذه المشاريع بلندم ناحة مشروع حياة كريمة هو اللي ماشي عجلة الاقتصاد الداخلي المصري وخفف من الازمة بالتأكيد مباردة حياة كريمة الحياة كانت مش بس اصدت على الوضع الاقتصادي بالاجاب لكن كمان اصدت على مستوى ماشي تمواطن بالاجاب ودي الحياة كانت مسألة مهمة جدا لان احنا بنتكلم على مباردة تقريبا من يتأثر بها تقريبا 60% من تعداد سكان مواصر الاقتصاد اهمية مش بس ان احنا بنغير من شكل وطبيعة الحياة في هذه المناطق لكن كمان بنتحدث عن اجيال جديدة بتدخل لسوء العمل لان مباردة حياة كريمة الحياة مش الحكومة المجلس الوضع اللي كان بيشتغل هو المواطنين العاديين شركات جديدة طلعت مأولات ورش الشركات اشتغلت عمال بدأوا يتعلموا في هذه المباردة اتخلق لهم فوق رص وسوق عمل جديد وبالتالي كانت مباردة الحياة حسنت الوضع الاقتصادي او حفظت على معدل نمو اقتصادي حفظت على معدل التشغيل في ظل الحياة في قطاعات الحياة تعصاري فيها معدلات التشغيل او توظيف بنسب كبيرة وبالتالي المباردة دي كانت مهمة لكن ايضا يصبق هذا هو توجه الحكومة خلال السنوات الماضية للأستثمارات العامة الحياة هي دي اللي ساعدت الاقتصاد مصري خاصة في فترة كورونا انه معدل الأقتصاد الحياة كان متافئة بفعل الاستثمارات العامة بفعل معنежات قومية الحياة الحكومة كانت متنفذة وبالتالي نقدر نقول انه تقييم الحكومة في العدد من الملفات الحياة كان في قدر عالي من الانجاز كان في قبول ورضى من الشارع من قبل المواطن لكن في قطاعات اخرى الحياة لا كان المواطن كان يشعر فيها بمزيد من الضغط في قطاعات متحضقتش بنفس الوقت كان وضع الاقتصادي بنفس الوقت قطاع الصناعة من بين القطاعات اللي حيات كان مفترض انها تشهد معدل لي انه هو اسرع من هذا بالكثير جنب ان اللي جنب مع قطاع الزرور احنا كان مفروض وكنا مش كده احنا بندفع ان هو يعمل كده بس هو تأثر دولية اه لا قطاع الصناعة الحيات عشان هو القطاع ده بيقوم الجزء الأقبل منه على قطاع الخاص ويمكن حركة القطاع الخاص ما كانتش بتتوكل مع حركة الحكومة فيما تعلق به داخل استثمات طيب ده هنتكلم فيه في التوجهات الجديدة في الفترة القادمة دكتور علي الادريسي انا عاوز يعني اقسم بس الفترة دي كلها لشقين او النصفين عندنا النصف الاول هو بنامج الصح الاقتصادي قوي جدا بدأ يعني 2015-2016 كنا محملين طبعا بتكاليف كبيرة جدا نتيجة فترات بقى خاصة بعدم استقرار سياسي وعدم استقرار امني وغياب يعني شبه كامل للقطاع الخاص ومجتمع دولي يعني بيشكك فيه الدولة المصرية وقيادتها وازمات بتمر بيها المنطقة بدأنا اصلاحات اقتصادية كان فيها تكاليف كبيرة جدا ابتدنا ان احنا نتحملها وبعد كده ابتدنا مع نهاية 2019 ان احنا كلنا نجمع ان خلاص هنبتد نجني صمار الاصلاح الاقتصادي معدل نمو اقتصادي 5.6% ابتدنا نحق احتياطي اجنبي وصل وتخطى الـ 45 مليار دولار المؤسسات الدولية كلها بما فيهم صندوق النقد الدولي ووكالات التصريف الاتماني كل كان بيجمع على ان الاقتصاد المصري خلاص في بداية الانطلاق والامور كلها تبتدي تتحسن حتى معدلات التضخم اللي ايه يعني السؤال حال كل المواطنين بتريدها نشوف معدلات التضخم تتراجع بشكل كبير جدا وصلنا مسترد باعه 5% بعد كده مع بداية الكورونا معدلات البطالة من مشروعات قومية اللي الدولة بدأتها في كل القطاعات بتريد ان هي تستوعب قدر جيد جدا من العمالة كل الصمار دي المواطن بدل ما هو خلاص بقى ابتدى ان هو ينتظر ان العائد ده وتيجيله جات الازمات يعني بشكل سريع زي ما دكتور شام قال احنا بترينا كوفيت وبعيكها الازمات دي كلها الازمات دي مشكلتها في ايه ان بتريد ان هي تاخد جزء كبير جدا من الرصيد اللي انت بتريد تحققه في الاصحات الصريحة بمعنى ان انت مثلا في كوفيت ما خلاص احنا اللباسات كله متوقف فالحكومة بتبتري ان هي تنفق على عمالة غير منتظمة بتريد ان هي تنفق مليارات على شهر العائد بس هل استطاعت السؤال هل استطاعت حكومة الدكتور مصطفى مدبوري في الست سنوات دي ان هي تعدي بينا من الازمات اللي احنا المتكررة وتعمل انجاز على عرض الواقع ادرت ان هي تعدي اكيد ادرت ان هي تعدي فيه تكلفة تحملها مواطن محدش يادر ينكر طبعا هكومة هكومة الدكتور فيه تكاليف اكيد تحملها مواطن في ارتفاع معدلات التضخم وتأثر في كتير من السلع والخدمات ادرت ان هي على الجانب الاخر يبقى فيه انجازات محدش يادر ينكر ان كان فيه استمرار واسرار على عديد من المشروعات ان هي تستكمل كانت مرتبطة بمدن جديدة كانت مرتبطة بمحافظات بتاريت ان تستمر فيها عمليات التنمية وبالاخص محافظات زي الصعيد وسينة ودول يمكن بشكل كبير شاهدوا طفرق ما كانش حصل الانجازات دي ولا مشاريع ديت على مدارة 40 سنوات اذا يتبقى لنا الان طيب ماذا عن الحكومة القادمة هنطلع فاصل وحنرجع تاني ويكون النقاش التوجيهات القادمة خاصة في القطاعات التي تحتاج الى دعم وان احنا نسرع بالاداء فيها الحياة اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصطفى مدبولي رأيك ايه في الملامح الرئيسية الميزانية دي يعني طبعا شفنا طبعا الميزانية وشفنا كمان النقاشات اللي كانت عليها خلال الفترة اللي فاتت الملاحظة اللي الكل اجمع عليها هو البند الخاص بفوايد الدين احنا بنتكلم على تقييمة ساعة 40% من المصرفات هتبقى مرتبطة بخدمة الدين وده في حد ذاته يعني أمر صعب جدا واكيد بيحط امام الحكومة القادمة والمجموعة القصرية بقى تحديل اللي هتبقى موجودة اكيد صعوبة جبيرة جدا ان قدامها تقييمة 50% من المصرفات بتاعتها راحة لخدمة الدين الجانب الاخر 50% طبعا عندهم يعني ثلاث اركان رئيسية الاجور والدعم دولة يمكن وبعد المصرفات الاخرى بس يعني احنا بنحاول نتحرك برضو على ملف الدعم وده ملف يمكن شائق شوية وشايفين الحكومة كمان بتتحدث عن تحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي وده برضو ملفها هيبقى قدام المجموعة الاقتصادية خلال الفترة اللي جاية اي نعم الحكومة قالت او دكتور مصرفة رمبوري قال ان هيبقى اتجاه يعني في الحوال الوطني هيتم يعني منقشة هذا الامر وقالياته لان كلها نعلم تماما سواء الدعم بشكله العيني او حتى الدعم النقدي اكيد كل منهم ليه ايجابيات وليه سلبيات ولكن الرهان الرئيسي ان الدعم ده يصل له مستحقي وده يمكن الامر الاهم فيه الشكلين يعني سواء كان عيني او نقدي لكن الحل الاشكالية الرئيسية هي مطبطة بان الدعم يصل للمستحقي منظومة الاوجور الحقيقة ان هي طبعا خلال الفترات الماضية حصل فيها طفرة كبيرة جدا ولكن دايما سؤال حل اي اقتصادي هو المهم الدخل الحقيقي ولا الدخل النقدي يعني هل مقدار السلع والخدمات اللي بيحصل عليها المواطن في مقابل وحداته نقضية بيزيد ولا بيقل هنا هو بيبقى اصاده التضخم عشان كده بعدو التضخم دوت مش هقول نوعه عائق بس ده مواطن ده عائقه ده من الحكومة والمواطن والمستثمر وجميع اطراف المنظومة عشان كده التوجيه هو مصاري الاصلاح الاقتصادي اذا هناك اعتراف ان هناك اصلاحات كثيرة ستحدث فيه المصاري الاقتصادي اكيد اكيد ده نقطة مهمة جدا والمصاري الاقتصادي احنا كلنا متفقين ان الركن الرئيسي فيه هو اصلاحات هيكلية بمعنى ان الاهتمام بشكل اكبر بالقطاعي الزراعة والصناعة القطاعات الحقيقية داخل الاقتصاد وده يعني حتى سيطر رئيس في كتير من تصحاته كان بيأكد على الموضوع دوت لكن دوت مش بيبقى دور الدولة اوي فيه هي الدولة بتوفى البنية التحتية لكن المهم عندي ان القطاع الخاص هو اللي يشارك بشكل اكبر في القطاعات دي طيب دكتور هشام التمويل والاستثمار انت استاذ في الحدوتة دي انا النهاردة كدولة بدأت سكة من حوالي سنة ونص سنتين وحداك عارفها التخارج انا كان فيه وقت انا داخل كدولة بعمل المشاريع العملاقة وبشغل العجلة نما الوقتي بدعوا القطاع الخاص للمشاركة بدعوا لبداية استثمارات جديدة وايضا سواء من الداخل او الخارج رؤيتك ايه لاستمرار هذا التشجيع هيبقى ماشي ازاي في فترة اللي جاي خلينا نوضح انه سياسة الدولة هو التوجه للقطاع الخاص انه هو اللي يقود عملية التمويل الاقتصادية حيث هذا التوجه ليس وليد العام الماضي او العامين الماضيين ده منذ اللحظة الاولى لتولي سيد الريس مسؤولية الحق والتوجه للاقتصاد المصري هو الاقتصاد الخاص سلطة قضائية كان بيحدث عليها تعديات فالحيه كان الدولة ما كانش مكتملة وبالتالي ما كانش ممكن احنا ندخل فيه مصار اصلاح اقتصاد لكن الفيكة الاساسية انه القطاع الخاص في تلك الفترة ما كانش ممكن انه يوجه ليه الدعوة تعالى خش واشتغل وتحمل مسؤولية وبالتأكيد معامل المخاطر مرتفع للغاية بنية اساسية مهلهلة ما فيش اصلاحات على المستوى الكلية تمت وبالتالي ما كانش ممكن قطاع الخاص بيلا بي فالحيه الدولة ما كانش عندها طرفية الاختيار هي الحيه ما داخلش باختيارها هي داخلت مدفوعة دفعا علشان هذا المجتمع والمواطن الحياة له متطلبات وكان يجب ان يتم الوفاء بيها والدولة ارتركت انه اصلاح الوضع الاقتصادي وعادة تأهيل البنية الاساساسية من جديد ده مشروعات ميجا بروشيكس بتحتاجها رقم سمات ضخمة للغاية كانش ممكن قطاع الخاص ان يدخل وبالتالي الدولة اتحركت بس من اليوم الاول وهي الدولة الحياة بتدخل هذا بتقول انا بفتح الموصول قطاع الخاص عشان يجي لانه كل ما تم كان هدف الاساسي المساسي المساسي مقطاع الخاص عشان يجي يشتغل لما يجي اقول المساسي انا بعمل لك بنية اساسية تلب احتياجاتك لعشرات السنوات القادمة شبكات التطول وكان فيها اختناعات الوقود ما كانش متاح ومتوافل بنتكلم على الطلبات كانت موجودة في المصانع بنتكلم على تشياءات الحياة كانت تحتاج لمزيد من التعديلات فالحياة الدولة انخضطت او استخدمت الاساسي المساسي العامة بشكل كبير مش علشان هي كان لديها رغبة او توجه انها تزيح القطاع الخاص عن المشهد لكن هي الحياة قادت مسيدة الاصلاح علشان القطاع الخاص يجي مدفوعا ورحة هل سيأتي القطاع الخاص هل بدأ القطاع الخاص هل سيستمر تشجيع الدولة للقطاع الخاص القطاع الخاص عنده طريقات كثيرة في هذا وده ما اللي احنا بنتكلم فيه لما بديت قلت ان احنا الحياة التوجيه او تكليف السيدة ريس لدكتور مصطفى مدبولي يعني هننحي جاباني فكرة اعاب بناء الانسان والتعليم والصحة لكن انا اتكلم تعديدا على الصناعة والزراعة والتصديق وده الحياة كان تكليف السيدة ريس لدكتور مصطفى مدبولي ما اتعلق بالصناعة مش بس ان انا اصلح البيت من الداخل لكن كنت محتاج مزيد من التواصل مع مكتمع العمال للقطاع الخاص ده ما تمش ومحتاج انه استمع جيدا للقطاع الخاص خلال الفتاة الماضية ده ما تمش بالشكل المطلوب على فكرة دكتور مصطفى مدبولي اكتشفت انه كان بيكتمع مع كل لجنة في كل صناعة لجنة التصدير وده حاجة يعني اتكلمنا فيها في البرنامج هنا كل لجنة على حدة علشان يقف كرئيس وزراء على مشاكل التصدير في هذا القطاع وعايزين ايه ونعمل لكم ايه المشكلة ما كانتش عن رئيس الوزراء المشكلة بتكلم انه دولاب العمل الحكومي نفسه يعني السيد رئيس صفاتي اسيسي بيتحرك بيفتح شعريين لامام العالم كله في زيارات ما فيش اللي بيكمل السيد رئيس الوزراء ما عندوه شيء الوقت علشان يقعد يدخل بنفسه ولا حتى على مستوى الوزير لكن هو جزء اساسي من تكلفات اي وزير يعني احنا ما زلنا نعاني من الدولة العميقة النائمة القديمة نجاح الوزير ان لم يأتي من داخل وزارته مش هيكون فيه نجاح يلمسه المواطن وده التحدي الاساسي وعشان كده يمكن انا كليه تعليقات سابقة والحقيقة وجهة سيل من النقد انه الموظف الحكومي اقوى من الوزير في حالات كسيرة وده التخوف الاوليسال اللي احنا محتاجين نواجهها ليه حكومة بيتم تشكيلها حاليا من بين المعايير اللي يجب اختيار اي مسؤول انه يكون قادر على صلاح البيت من الداخل لانه الحقيقة المستثمر ما بتعملش الله مع رئيس الوزراء ولا مع الوزير بتعمل مع علم موظف مع قدنى موظف لايكي الاداية وبالتالي ممكن مجهود يعملوا رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الوزير ويجي موظف درجة ساتسة بيهد كل ده وبالتالي نقطة النجاح الاولية لاي وزير وهو الحقيقة يتحمل للمسؤولية هو قادر على الاصلاح البيت من الداخل قادر على اللي هو مفترض لازم يعمل اعادة هيكلة للمنظومة داخل الوزارة يبتدي المكتب الفني بتاعه يكون قادر على التعمل معه دكتور هشام انت عارف يعني انك انت تعمل اعادة هيكلة في وزارة زي وزارة التمويل عارف يعني انك تعمل اعادة هيكلة في وزارة زي وزارة الثقافة وزارة زي وزارة الكهراء يعني انت تب خليني انت عارف الزراعة الزراعة وزارة الزراعة وزارة الزراعة دي لوحدها يعني بيات لا ده ده متاحة كبيرة أو قصة كبيرة خليني ازيد من الشعر دي بيت فيه متعلق بالموزنة العمل لدوء حقيقة كنت تتسأل لي يعني حقيقة ممكن سألت الدكتور علي بتتكلم عن الموازنة والحقيقة كنت عايزة أسأل هو احنا بنتكلم عن عني موازنة في الاتنين احنا عندنا موازنين في المناسب عندنا موازنة الحجوم بشكل تقليدي وعندنا موازنة الحكومة العام اللي هو داخل في علاقات اقصادية بتتكلم عن موازنة وداخل عليها 60 هي اقصادية في 5 سنين مرحلة انتقالية و45 هيا ادخلوا احنا بنتكلم تقريبا 638 مش بس اعني كل وزار اعني منظومة العمل دولاب العمل كل الحكومي محتاج عادة هيكلة محتاج عادة نظر لو ده ما تمش هيظل نجاحة تتحقق بس بدون قفزات احنا محتاجينها بشدة طبعا يعني انما انت بتؤيد التوجه انت بتؤيد المحاولات وانت ترى ان هناك ايجابيات ولكن مش محاولات انا بحتاج صورة ادادية داخل ايه صورة ادادية داخل داخل كل موضوع حاجة لحدتك التوجه التوجه ما حدش يختلف عليه تمام وانا بأكد على فكرة ان سيد رئيس اكيب مهتم بالقطاع الخاص ومشاركته ومشاركته الحكومة نفس الكلام رئيس الوزر بنفسه قال انا بابي مفتوح لاي مستثمر جاد ان هو يعني يعرض اي معوقات لكن هي الفكرة كلها بمنطقة صراحة ما بتبقاش واقفة بس عند هذه المحاولات والتصحات لكن احنا بنتكلم فعلا على منظومة ادارية لازم تكون كلها على قلب رجل واحد يعني بمعنى ملف السياحة كلنا ممكن نعمل جهد كبير جدا في البنية التحتية والمطارات والمدن وممكن بس السائح دوت علشان احد العمال في فندق عمل مش عارف ايه بقى ضيع مجهود الدولة كلها لفترة كبيرة جدا فالفكرة ولا سايح بالسوشيال ميديا علشان صور مش عايف ايه ولا 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 فالفكرة كلها لازم من منظومة كلها تتكامل عشان نقدر ان احنا نحصل نجاح بشكل سريع يعني هي اعادة تصخيف المجتمع ليقتنع بان احنا محتاجين ده علشان نستمر يعني هو جزء من النجاح بالضبط والدولة ليها تلات ادوار رئيسية توجيه ورقابة ومشاركة دول تلات ادوار لازم تكمل فيهم مع اتاحة المساحة الاكبر للقطاع الخاص جاز بالاستثمارات الداخلية ده معناه ان انا اقنع مستثمرين صغار يبدأهم ويشتغلهم وده حصل خلال الست سنين اللي فاتوا وانا شفته الحقيقة ورصدته وبالاضافة الى المستثمر الداخلي الكبير اللي بيجيب مستثمرات ثم الخارجية خلينا نوضح ان المستثمر هو مستثمر بايا كان لو داخلي او خارجي في حاجة واحدة بس ان هو بيسعي لربحه وده حقه وبالتالي انا ما بوفر استثمار وبوفر مناخ جازب للاستثمار فانو وفره لكافة المستثمرين وده يمكن كان رد حتى معالي رئيس مجلس الوزراء على بعض الاراء الخاصة به هل انتوا منحتوا مزايا اكبر للاستثمارات في رأس الحكمة ولا الموضوع مش زي فقال لا احنا عندنا قوانين بتدي حوافز وبتدي ضمانات لكافة المستثمرين وفي نفس الوقت انا من مصلحتي كدولة ان انا ازود معادلات الاستثمار عندي من جميع الاطراف المستثمر المحلي اكيد بيبقى مدرك اغطأ بتفاصيل السوق واتجاهات وكل الخطوات الحكومية اللي بتقوم بيها وفي نفس الوقت احنا مهتمين بالاستثمار الاجنابي سواء كان مباشر او غير مباشر بالخاص طبعا مباشر علشان بيقدر انها يوفر لنقدة اجنابي وغيرها من المزايا الاخرى الدولة كان عندها الفترة اللي فاتت كتير من الصعوبات على رأسها طبعا السياسات النقدية كنا شايفين مشاكل مطارطة بسعر الصرف وبعد كده الموضوع ده الحمد لله يمكن نتحل مؤخرا مع قرارة توحيد سعر الصرف وابتدين احنا نعالج المشكلة دي والقضاء على السورة وابتدين احنا نشوف معدلات تنازل كبيرة عن الدولار فده كانت مشكلة رئيسية سعر الفايدة مازال مرتفع محدش يده ينكر دوت لكن خلاص نبتدين نشوف تثبيت وان شاء الله خلال الفترات القادمة هنبتدين احنا نشوف تراجعات تدرجية في موضوع سعر الفايدة وده جزء مهم جدا لأي مستثمر ودايما بيتساءل على موضوع اسعار الفايدة بالنسبة لنا سياسات مالية الى حد ما نقدر نقوم مستقرة لان حتى التحركات اللي بتحصل على مستوى الموازنة هنشوفها دايما ناحية الدعم ما فيش فكرة ان انا عمال افر الدرائب لا الموضوع ده وبنحاول ان احنا قدر مستطاع يبقى فيها نوع من انواع الاستقرار الميزانية الجديدة لم يعود الدرائب فيها هي الجزء الاساسي من داخل الدولة يعني لا هو يظل طبعا لا هو جزء كبير طبعا هو جزء كبير ولكنه لم يعود الاساسي يعني ما نقدرش ننكر هي ضرائب ركن طبعا رهام من اركان الاراضات الخاصة بالدولة لكن لكن ما نقدرش نقول ان هي مش اساسية لا هي اساسية هي بتعادل اه بالزبط اه انا اللي بتكلم عنه ان احنا زمان كانت الميزانيات دايما تقول لك ايه ان القطاع الاساسي لدخل الدولة هو الضرائب النهاردة احنا عندنا 66% بالاضافة ال 11% دول حاجات خارجية مختلفة تماما هل صحيح ان الاقتصاد المصري بيعتمد على 61% منه على القطاع الخاص او 62% مؤكد الدولة تنتوي ان القطاع الخاص يلعب دول اكبر ونسبته تزيد في الاقتصاد لكن هل القطاع الخاص قادر على ده من حيث الرعب ببداياته ومن حيث القدرة ثانيا اتصور هناخد بعض الوقت لكن هو التحدي يمكن اللي اشار ليه الدكتور علي فكرة انه اتفاع عصار الفايدة والالطابات اللي كان بيشهدها صور الصرف الفطاة اللي خيالحية كان القيد مؤكد على مناخ الاسمال اه اتصور خيال فطاة ارجوك اشرح للناس ليه الليه لانه اه ما فيش مستثمر بيشتغل بفلوسه بنسبة 100% طبعا المستثمر بيشتغل بـ 20-30% ماكسماً 50% والباقي بيجيبه بيه تاملات من البنوك ما فيش مستثمر ممكن يوح لأي بنك يقطير بـ 30% لانه هو عادة مش هيكسب 50% علشان يسد البنك 30% وبالتالي طول مما اسعار الفايدة متفعة هيظل المستثمر لا يقبل مش بس على اسمال جديد لو عنده خط انتاج جديد عايز يباله مش هعمل لو عنده امكانياته انه يزود حجم الانتاج مش هيزوده ولكن انت رفعت اسعار الفايدة في توقيت للسيطرة على التضخم في السوق وكان يجب ان انت تعمل كده امريكا رفعتها 6 مرات صحيح وبالتالي اللي عايزين نقوله لأيدي ما تم في اطار الادفاع مع صندوق الناد في اطار ضبط سوق الصرف اللي فتح الباب بالتأكيد من شوق رأس الحكمة لكن خلينا نقول دي عملية جراحية يجب ألا تستغرق فترة زيبنية طويلة ومهم انه خلال 6 اشهر يعاود الاقصاد على موشاته الكل اللي معادة اخرى لمزيد من الضبط وفي مقدمتها بالتأكيد انخفاض سعر الفايدة ومزيد من الضبط والوفر في سوق النقد وعشان كده حيبقى المحاكة الاساسي معدل التضخم وهنا مش بس بخاطب البنك المركزي لكن الاهم بخاطب بيه الحكومة والحكومة الشريك اساسي فيه معدل التضخم صورة اتفاعة وانخفاض وبالتالي الى اي مدى الحكومة بتعمل على طوفه للسلعة الى اي مدى قانون التجارة الداخلية الى الحياة دايما الحكومة بتغضط طوفه عن هذا قانون وللأسف الشديد انه انا نفسي وانحنا الى الحياة بنتحدث عن تشكيل حكومة جديدة انحنا ننسف بفهوم ومسمى وزارة التموين يا جماعة لا يصح على الاطلاق احنا بنتكلم عشرين اتباع وعشرين يبقى عندنا حاجة اسمها وزارة التموين احنا عندنا حاجة اسمها وزارة التجارة الداخلية ودي اهم مليون من وزارة التموين انا قد اتفق معاك في الرؤية بعيدة المدى ولكن في الرؤية المتوسطة والقصيرة المدى انا لا استطيع على الاطلاق ان انا الغي الدور اللي ااخد تقريبا ربع الميزانية بتاعتك لكن في دور الدولة بتقوم بيه بالنسبة لمنظومة الدعم دي لازم يعني وبالذات في الفترة ديت ونعمل لكنها مش هلق انا بالضبط انا كنت بتكلم في سنوات سابقة بتكلم في 100 و 120 و 180 ثم 200 ثم 300 انت بتكلم النهاردة على 680 مليار جينيه طيب خلينا نقول هو موازنة الدعم والموزيع الاجتماعية في الموازنة الحالية اللي هتنتيه 36 شعري ده 530 مليار الموازنة الجديدة بنتكلم على 636 مليار صحيح في زيادة تقريبا نسبة 20% لكن هو معدل التدخم بالتكلم على من كده بكتني لكن وإحنا طرحين للحوار المجتمعي فكرة التحول من الدعم العيني للدعم النقدي لو أنا أعلابته دعم نقدي وخلاص انتفت الفكرة الأساسية بتاعت وزارة التموين وبالتالي حتى مع استمرار هذا الدور المفترض أن إحنا رايحين على الأهم الأهم هو التجارة الداخلية وضطاعة يعني أنت بتؤيد تحويله إلى النقاش في الحوار الوطني؟ لكل تأكيد الدعم النقدي هو الأفضل لكن هيبقى السؤال هل قاعدة البيانات المتاحة لدى الحكومة جاهزة ولا لأ اتناقشنا في الموضوع ده كتير قبل كده بالتأكيد فهو ده لو الحكومة علي التمام والوزارات الحية والوزارة الحية فكرة أنهما كانوا مخصمين بعض فترة زمنية طويلة صالحه والداتة بقت متوفرة لكل الجهات أيها داتة بص احنا قبل الثورة دكتور عايز أقول لحضرتك أن كان فيه وزارات ما بترضاش تدي البعضها معلمية طبعا أنت النهاردة عملت شبكة إلكترونية بتخش في المرور يجيب تاريخك من التضابي يجيب كل حاجة فأنت الآن أصبحت عندك القدرة التكنولوجية اللي أنت محتاج لها علشان تفهم المواطن ده إيه وإحتياجاته إيه أنا في يوم من الأيام سألت وزير الاقتصاد أيام ما كانت فيه وزارة اقتصاد وقلت له أنت إزاي بتحدد مين محتاج قال لي حددهولي أنت كنت نائب قال لي حددهولي أنت قال لي ما هدي المشكلة عندنا هيتطبق السؤال الإجابة للحكوم قاعدة بنانجهزة على الفوض نتحاول الدعم النقد وده هيب أفضل للمواطن ده رأيي بص خد بالك من حاجة أنا لا أستطيع أن أقول أنه الرأي الأمثل لأنه سيكون حوارا وطنيا في الحوار المجتمعي بكل الأحزاب بكل الاتجاهات لأن فيه ده كثرة حيطلعوا لك وأنت تعلم طبعا حيقول لك إيه ده واجب الدولة وده مكتسبات الشعب ما اختلفناش وإحنا مش بنتكلم أن إحنا نلغي الدعم لكن بنتكلم أن إحنا نعطيه للمواطن بشكل مباشر عشان المواطن يسفيد به لازم المنظومة كلها تتكامل عشان فعلا نضمن أن الدعم ده يصبح مستحقية يعني أن كلنا متفقين أن هناك الكثير أمام الحكومة القادمة حدثوني عن جذب المستثمر الأجنبي ما زالت هناك عدة استثمارات عملاقة ستأتي إلى مصر في خلال الأشهر القادمة أنت متوقع ده يستمر متوقع ده بشكل كبير للغاية لأنه محفظة الحكومة وشغل الحكومة الفترات الحياة الحياة كان فيه مشروعات كبيرة للغاية مش بس متوقفة على مشروع ده صحي الحكومة بنتكلم ومش بس على قطاع السياحة خلينا نشيل ليه فكة الصندوق السيادي لأنه الحياة الصندوق السيادي بيعني مشروعات جمد جد وأتصاونه خلال فترات الزبنية معدودة هيكون فيه إنعكاس على عمل الصندوق الاجتماعي المحنية حجم المشروعات اللي بدأ يشتغل عليها بما فيه حتى أعادة التفكير فيه استغلال المحافظة التقليدية أو القديمة المقار بتاعتها الموجودة في وسط البلد فإحنا الحياة بنتكلم على محافظة كبيرة أتصاونه هتوقري المستسابين في الحليل في شكل كبير ده مش موجود في الميزانية صحيح هو محطش في الميزانية الأمراكة الضخمة والعملاقة صحيح اللي ممكن في لحظة روح قلب الميزان إحنا شوفنا مشروع رأس الحكمة غير مصار نحن نقول للإقصاد غير مصار صندوقنا غير مصار مؤسسات التقييم ورؤيته ونظرته من الإقصاد ده مشروع واحد لو محفظة الحكومة اللي شغال عليها بلد كذا شهر دخل تم التوضيع على عدد من المشروعات الأخرى ساكن في البحر الأحمر أو في غيره لا حنشوف الإقصاد المصري في مكانة تانية خالص خالص أه طبعا طبعا وحيبدأ أن أنت تنطلق وحتقدر أنك أنت تستمر فيه الدعم اللي أنت بتقدمه للأول الأكثر احتياجا وتمشي تنطلق بقى أنا فكرة الدعم مش عايز المواطن يستسهلها الدعم يا جماعة في العالم كله ليه فضطة زمنية مش هفضل أدعم مواطن طول عمره الدعم الحقيقي وده تكليف السادس للحكومة يجب أن يوجه لعادة بناء الإنسان مش توجيه الدعم أه فاني ما إحنا مستمرين في ده وده تعليم وصحة أنت لا تستطيع أن يعني أقول لك يتغمض عينيك عن ناس هي الأولى بالرعاية وأنا آسف أنا رجل سياسي يا دكتور وحقولها لك كده إحنا فيه نص الشعب المصري كان منسي كان منسي يا دكتور كان منسي وهو يحتاج لأنك أنت توقف جنبه وإنت بتبني وأنا عارف إنت بتبني وبتحاول تعود الستين سنة اللي فاتوا وتبنيهم في نفس التوقيت اللي بتحفظ عليه بتحاول تمكنه بتعلمه التعليم وصحيته موجود اشتغل على التعليم والصحة والثقافة وبعدين سيبه هينزل يقوم وهيساعد الاقتصاد وهيساعد نفسه ما هو ده أول أجه ما يبقاش عيبة على الاقتصاد وفي نفس الوقت بأكد الجزء الخاص بالاستثمارات اللي إحنا عدينا به كان مراحل صعبة جدا وكانت معوقات رئيسية أمام المستثمارين سواء كانوا محلين أو أجانب بالفترة اللي جاية إن شاء الله هنبتدي نشوف إن احنا فعلا في مستثمارين هيبتدوا بموجودين شايفين صندوق مصر السياد يبتدى أنه فعلا ينظر لمكتير من المشروعات وأنا شايف موضوع مقارات الوزارات القديمة بعد عملية الانتقال للعاصمة الأداية الجديدة ده واحد من ملفات اللي هتبتدي تبقى مطروحها اليومين الجايين شايفين كمان التحرك من جانب بردو عديد من المستثمارين العرب والأجانب باتجاه استثمارات مماثلة لرأس الحكمة في محافظات أخرى سواء كان في البحر الأحمق أو غيرها من المحافظات ده كله بردو خلينا نقول نواة ناتج لجهود الدولة بزلتها خلال السنوات المضائية يعني بمعنى لولا العالمين الجديدة ماهما كانش هيبقى فيه رأس الحكمة لولا رأس الحكمة مش هيبقى فيه اللي جاي وهكذا هي الفكرة كلها ان انت بدأت وكان لازم ضربة البداية تيجي من الدولة لأن ما كانش حد عنده استعداد نواة يستثمر في صحة لازم كنت تتوفر المناخ وتبتلت تحرك على بنية تحتية وتبتلت تنشئ موضوع جديد نفس اللي حصل الفلسفة الرئيسية لبناء الاقتصاد الأمريكي if you build it they will come فانت استغليت أنا اللي أنا شايفه الحقيقة ومقتنع به جدا انك استغليت سنوات قوي قوي وبنيت فالوقت لما بدأ العالم حيفوق وبينظر لقاك بنيت في الزمن ده بيستغل اللي انت عملته دكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل السمار بشكرك شكرا مجيني على وجود حضاك معايا في هذه الفقرة دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا على وجود حضاك في هذه الفقرة بشكر حضراتكم على المتابعة على فكرة أنا بحب دايما أحط رأيي أحيانا في نقاش لأن زي ما قلت لكم وزي ما وعدناكم وزي ما حنستمر مع حضراتكم أنا إعلامي ولكني أيضا رجل سياسي عاش سنوات في هذا البلد بيحلم ان احنا نتطور ونبني ونحسن ونعدل من حياتنا وما صارنا عشان نتحط على الطريق الصح والطريق الصح صعب وله ثمن لأن احنا ما دفعناش على مدى ستين سنة فلازم ندفع عارف ان احنا كلنا محملين على كتافنا والرئيس بيعترف بهذا وأولنا المواطن المصري هنتابع مع حضراتكم هذا الملف لأنه مهم للغاية وسنتابع ملفات أخرى مع الحكومة الجديدة بشكركم على المتابعة نشوفكم بكرة على خير الحياة اليوم